على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد قامت السلطات المحلية بمدينة تمارا بإغلاق زنقة بن الخطيب بحي نهضة وذلك بعد تأكيد التحاليل المخبرية تواجد خمس حالات إصابة مؤكدة بالفيروس بعمارة سكنية تقع بالزنقة المذكورة وحسب معطيات حصلت عليها جريدة هاسبرس بعين المكان فإن ملكية العمارات تعود لمواطن مغربي مقيم بالخارج وقامت السلطات كذلك بتقييد حركة المرور بالنسبة للعربات والأفراد عبر زنقة بن الخطيب بوضع حواجز حديدية ورجال أمن عند كل المداخل تفاديا لانتشار فيروس كوفيد-19 على نطاق أوسع لا تنساش تابونة فلاشين وتأكيد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبرس ترجمة نانسي قنقر